موسيقى اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج باوربوينت في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم بانر انفوغرافيك لأشهر برامج شركة ادوبي في البداية من تصميم اعداد الصفحة راح نغير الى الحجم 16 في 9 ومن ثم موافق نتخلص من text area وطبعا من ادراج صورة راح ندرج صورة راح تكون هذه هي الصورة نرفع الصورة الى الاعلى بهذا الشكل طبعا من اقتصاص راح يكون حجم الصورة بهذا المكان وبهذا الشكل ممتاز الان من ادراج اشكال راح نضيف بهذا الشكل للمسافة كلها وطبعا من تنسيق بلا مخطط تفصيلي من تعبئة الشكل ممكن نختار تدرج وتدرجات اضافية طبعا من تعبئة متدرجة نختار احدى هذه التدرجات مثلا انا اشوف هذه التدرجات للتجربة نشوف لا على التعين طبعا نجي نخفف هذه الالوان نضغط على كل لون وراح نخلي 50 اللون الاخر ايضا راح يكون 50 واللون الاخر 50 وطبعا نبدي نخفف بالالوان لان نكمل جميع الالوان ممتاز وايضا طبعا اذا شفنا اللون مو مناسب بامكاننا انه نختار لون اخر مثلا ممكن نختار هذا اللون وطبعا نقلق ايمن تنسيق الشكل ممكن نقلل الشفافية بهذا الشكل ممكن 20 طبعا هذا اللون ايضا ممكن مو مناسب ممكن نختار مثلا لون اخر نجرب الالوان ممكن هذا اللون جيد وممكن طبعا لبنفس جي جي الان من ادراج اشكال راح نضيف شكل راح يكون بهذا الشكل وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل راح يكون ابيض مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا من ادراج اشكال راح نضيف المثلث القائم الزاوية طبعا هذا هو مثلث القائم الزاوية وطبعا من تعبئة الشكل راح يكون اسود بلا مخطط تفصيلي راح نقلب المثلث باتجاه معاكس من استدارة انعكاس وفقي وطبعا راح نخلي بهذه المنطقة وبهذا الشكل من ادراج اشكال نضيف دائرة بهذا الشكل وطبعا ممكن نكبر حجم الدائرة بهذا الشكل طبعا من تنسيق تعبئة الشكل راح تكون هذه الدائرة ممكن بيال لون البنفسجي او ممكن تكون بيال لون الابير المخطط التفصيلي راح يكون بيال لون البنفسجي طبعا بإمكاننا نعكس الألوان بإمكاننا نختار لون بنفس الجي أو ممكن لون أصفر أيضا متناسق وجميل وطبعا بإمكاننا أنه راح يكون اللون المخطط التفصيلي راح يكون بنفس هذا اللون جيد الآن نجي إلى هذه الصورة من تعبئة تعبئة هذا الشكل ونختار صورة نختار هذا الشكل وطبعا راح نجي كليك أيمن على الصورة وطبعا نجي إلى تنسيق ونجي إلى الاقتصاص ونختار احتواء راح نكبر بهذا الشكل طبعا راح نزيد نبيع الحجم بهذا الشكل ممتاز طبعا ممكن نكبر وطبعا أيضا من تنسيق اقتصاص ممكن نتنزل الصورة بهذا الشكل بهذا الشكل هذه هي الطريق جيد في البداية راح نضيف مربع ناص من ادراج مربع ناص وراح نضيف اسم البرنامج طبعا في البداية راح نختار ادوبي فوتوشوب نسخ وراح نضيف الاسم احنانا بهذا الشكل طبعا ممكن نحذف ادوبي باعتبار انه هي كلها ضمن سلسلة ادوبي وتمام برنامج فوتوشوب الان راح نستنسخ الشكل خليه بهذه المنطقة وطبعا راح نضيف الناص طبعا ناص كبير ممكن ناخذ جزء من هذه النصوص نسخ وطبعا راح نضيفها كمثال وطبعا هذا الناص راح يصغر يصغر كثيرا وطبعا كشيدة صغيرة بهذه هي الطريقة ممتاز الصورة حتى نغيرها ايضا من تنسيق طبعا من تنسيق ونجي الى اختصاص وطبعا راح نختار صورة فوتوشوب نشوف صورة فوتوشوب اللي هي هذه البي اس بهذا الشكل جميل طبعا ايضا بامكان ان نختصها اكثر راح تكون منطقية جيد الان راح نحدد كل هذه الاجزاء وطبعا راح نستنسخها راح نستنسخها مثلا خمس مرات طبعا بامكاننا انه يعني نخليها بعد بهذه المنطقة حتى نضيف النسخة الخامسة جيد ايضا بامكاننا انه نخليهم بهذه المنطقة الان بامكاننا انه نقارب الاجزاء مع بعض بهذه الطريقة ايضا هذا الجزء راح نقاربه وهكذا نقارب الاجزاء هذا الجزء ايضا راح نقاربه بهذا الشكل الان هذه الاجزاء راح نقاربها وطبعا راح تنزل الى الاسفل ممتاز الان نغير اسماء البرامج مثلا illustrator وطبعا نضغط اكليك ايمن واي وطبعا نختار after effects بهذا الشكل طبعا ممكن نصغر الحجم وممكن نزيد من حجم الكتلة بهذا الشكل وطبعا توسيط ايضا ممكن نختار ادوبي 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 وطبعا توسيط واخيرا راح نختار الاندزاين اللي هو البرنامج الانيق لشركات ادوبي طبعا ما راح اغير النص باعتبار انه الفكرة يعني مهم الفكرة النص راح يكون نفسه او ممكن راح اغير نص لالاندزاين مثلا كمثال والفكرة يعني النص انتو راح تغيروه من يمكم بالطريقة اللي تشوفوها مناسبة الان راح نغير فقط الايكونات الالستريتر من تنسيق اقتصاص وطبعا نختار الايكون الخاصة بالالستريتر جيد هذه هي مثلا ايكونات الستريتر وطبعا هنا من تنسيق ايضا اقتصاص راح نختار الافتر افكت اللي هو هذا الاي اي مثلا واهنانا الايكون الخاصة بادوبي اديشن طبعا هذه الادوبي اديشن واه اهنانا اخيرا راح نختار ادوبي اندزاين طبعا هذه الايكون الخاصة بادوبي اندزاين بهذا الشكل اذا نلاحظ الان فقط يحتاج العنوان من ادراج نجي هنا اشهر برامج ادوبي طبعا نختار الفونت اللي هو راح يكون ادوبي ارابيك طبعا راح نكبر النص ورح نختار اللون الاصفار او ممكن الابيض ممكن ادوبي تكون بالانجليزي بهذا الشكل وطبعا ممكن انه نقلل من الحجم كبيرة جدا بهذه الطريقة التصميم متناسق وجميل وانيق وسهل في نفس الوقت نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى